اهلا بحضراتكم من جديد ببطولة كأس مصر لناشيئ كرة الماء فريق ناشيئ كرة الماء بنادي الاهلي تحت 15 سنة موليد 2007 فازوا على فريق هيئة القناة بنتيجة 10-4 في أول ماتش في ماتشات بطولة كأس مصر الماتش كانت لعب من برح لحمام سباحة نادي هيليوبلس وسيطر لعبتنا طبعا على الماتش من البداية للنهاية وقدروا يستحوزوا على الكرة بشكل كبير وسجلوا 10 أهداف 10 أهداف في السن ده كتير فريقنا تلعب النهاردة ماتش مع المعادف واللي هتلاعب برضو على حمام سباحة نادي هيليوبلس الحقيقة ليه احنا بنتابع كرة الماء لانه الناس عاملة شغل الناس دلوقتي بدأت ترجع منصات التتويج والهدف بتاعنا هو المركز الأول احنا بننفس بشكل كبير هيليوبلس بنشافز الجزيرة على مستوى الفريق الأول يعني الفريقين دول دايما هم في كرة الماء الحقيقة بيهتموا ودايما هي لعبة في الناديين الجزيرة وهليوبلس اللعبة بتحظى اهتمام جمال عمومية فالحقيقة يعني لازم انت عاو عايز تفرع في اي مكان او اي لعبة لازم تهتم بقطاع الناشئين فعشان كده احنا دايما بنهتم وبنجيب اخبار فرقنا في كرة الماء خاصة بيتبز الجهد كبير جدا 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 في الفرع ده ده بالاضافة طبعا للاهتمام بالفريق الأول فريق الأول النهاردة احنا بنتكلم في خبير يوناني موجود بنتكلم على يعني اهتمام كبير جدا من النادي يعني على مستوى سواء قطاع الناشئين او الفريق الأول فكان لازم ان احنا نكون متابعين اخبارهم في برنامج الأبطال